من الجمهورية الخامسة في أوروبا إلى أكبر بلد إفريقي الجزائر تتجمد جسور العلاقات أحياناً فلا انفراج يمر ويمتد التواصل أحياناً أخرى في إشارة إلى أن العلاقة في أحسن الأحوال ولعل الشأن الداخلي للجزائر في العام الفارط كان له دور في التجاذب الثنائي بين الجزائر وفرنسا حيث عرفت فترة الحراك الشعبي التي مرت بها الجزائر فتوراً في العلاقة بسبب الوفاء الفرنسي لأعرافه الاستعمارية بالتدخل في شؤون الآخرين إلا أن كبرياء الجمهورية الخامسة قد يقف عند أسوار الجمهورية الجديدة المؤمنة أساساً بمبدأ السيادة الوطنية والمصلحة المتبادلة فيما يخص الرئيس الفرنسي من جاوبوش هو حر يسوق البضاء على اللي يحب في بلاده وننتخبني الشعب الجزائري وما نعترف إلا الشعب الجزائري الخلفية التاريخية المعروفة لباريس ليست وحدها السيناريو الوحيد من مسلسل العلاقات فالملفات الإقليمية المقترنت أساساً بالنزاع في ليبيا والوضعية في الساحل الإفريقي أجبرت حكومة مانويل ماكرون على التعامل الاستراتيجي مع الجزائر لا سيما في الأشهر الأخيرة حين أظهرت الجزائر دوراً ريادياً في تسوية النزاع الليبي والحملية التي تقتضي إشراك الدول المجاورة قبل البلدان الأوروبية أما الجانب الاقتصادي فيستدعي مراجعة نوعية من فرنسا في سوق اقتصادية جزائرية استثمرت فيها في السنوات الأخيرة بقوة تركيا والصين وعدة بلدان أخرى لتكون الإشارة واضحة لباريس مبدأ الحصرية الاقتصادية انتهى هي سياسة ثنائية وتراكمات صنعت فصولاً معقدة من العلاقة بين البلدين في السابق أما الحاضر فقد أفرز رهاناً جديداً ينادي الطرفين بالاحتكام إلى المصلحة المتبادلة اقتصادياً والتوافق الثنائي سياسياً